بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي الأعزاء في فيديو جديد أتمنى أن ينال إعجابكم ابقوا معنا وتابعوه للنهاية رغم أن نادي أونجي بدأ الموسم بصورة مخيبة جدا بعد أن حقق نقطة واحدة من أصل ست ممكنة ورغم أن الفريق تعادل مؤخرا على أرض ملعابه في التفريق المتوضع إلا أن ذلك لم يمنع صحيفة وستفرونس الفرنسية من منح الثناء الكبير لللاعب الجزائري حماد عبداللي الصحيفة الفرنسية منح التقييم هو الأعلى لحماد بين كل أقرانه وقالت أنه كان مميز وستفرونس قالت أيضا أن حماد عبداللي كان تقريبا اللاعب الوحيد صاحب المبادرة والوحيد الذي حرك الوسط والهجوم ومن غير المعقول أن يكون الوحيد لأن النادي وقتها لن يتحرك الصحيفة الفرنسية لطالما أثنت على فترة حماد عبداللي التحضيرية وأتت لتؤكد بداية موسمه القوية على الصعيد الفردي وليس على الصعيد الجماعي رغم الهدوء التام الذي يحيط بالدول الجزائري ولعب باستيا كيفين جيتون إلا أن الأمور على أرض الواقع ليست كذلك صحيفة لدي سبور الفرنسية قالت أن اللاعب الجزائري تلقى عرضا من فرنسا لكنه رفضه النادي المعني هو نادي سانتيتيان الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية الليك دور يعني نفس الدرجة التي يلعب فيها جيتون حاليا ولم تشير المصادر الفرنسية لسبب رفض العرض الفرنسي حتى من دون نقاشه لكن وبكل تأكيد جيتون رفض العرض لأنه من نادي من الليك دور وحتى لو كان ماليا أحسن فإنه يكون قد فضل البقاع في فريقه الحالي على الانتقال ضيف إلى ذلك أن سانتيتيان لم يعد ناديا مغريا وفرص لعب الصعود في باسيا أكبر بكثير نشرت دوري المستقبلي ولعب ميلان يسين عدلي الصورة له من لقاء نوفارا لويدي آخر لقاءات ميلان قبل بداية الدوري الأسبوع المقبل الصورة كانت عادية لكن التعليق لم يكن عاديا حيث كتب قائلا أينما تكون أكون معك وهو شعار يطلقه أنصار نادي ميلان على ناديهم اختيار عدلي لهذا الشعار ربما يكون عفوي لكن ربما يكون تلميحا قويا لبقائه الميركات الصيفي في إيطاليا ينتهي تدريجيا من دون أن تفلح إدارة ميلان في بيع عقد اللاعب الجزائري ضيف إلى ذلك أن اللاعب سفر مع الفريق للولايات المتحدة كما شارك في اللقاءات الويدية التحضيرية التي سبقت وأعقبت التربص الأمريكي وهي أمور كلها توحي ربما ببقائه كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تشكيلتها المثالي للجولة الأولى من الدور الفرنسي تشكيلة ضمت المتألق الجزائري والدولي المستقبلي أمين غويري غويري كان قد قدم أمس مستوى ممتاز سجل هدفا وترك بصمته في عدد من أهدف فريقه الذي فاز بخماسية كاملة ضد نادي ماتس ليس فقط صحيفة ليكيب موقع هوس كورد العالمي نشر أيضا تشكيلته المثالية للدور الفرنسي صباح اليوم وتواجد فيها غويري بعد أنها لتقييما ممتازا وصار لثمانية فاصل خمسة وسبعون عن مستواه الذي أشرت إليه في تشكيلة هوس كورد المختار غويري لم يكن الجزائري الوحيد الحارس أليكساندر أوكيجا أيضا تم اختياره ضمن تشكيلة الأسبوع الأول أوكيجا نال تقييما ممتازا وصل لقرابة الثمانية من عشرة وهو تقييم عالي جدا تفوق به على كل حراس الجولة الأولى بالرغم من أن فريقه انهزم بنتيجة ثقيلة وهي خماسية أوكيجا نشر صورة للتشكيل الميتالي للجولة على حسابه الرسمي في انستغرام متسائلا عن سر اختياره بالرغم من أن فريقه تلقى خماسية كاملة قالها بدعوب بدعاب عفن طارحا السؤال على عنصار ناديه ومحبيه للإجابة صحيفة لوفيجارو قدمت الإجابة لأوكيجا صباح اليوم حيث أشادت بمستوياته كثيرا وقالت أنه كان من أكثر اللاعبين حسما في الجولة أوكيجا قدم مستوى كبير ولولا تواجده ربما سجل ماتس نتيجة تاريخية ولربما كانت الأكبر في التاريخ الدوري حيث منع الدخول لكثير من الأهداف كشفت صحيفة الرايا القطرية صباح اليوم الاثنين أن اللاعب الجزائري محمد الأمينتوغاي قد أنهى اتفاقه مع إدارة الغرافة وبات لاعبا بشكل شبه رسمي مع الفريق الرايا قالت أن التوغاي سيصل صهرة اليوم لقطر وهذا تمهيدا لتوقيعه مع الفريق لكن من دون منح أي تفاصيل في مقابل ذلك قالت مصادر تونسية اليوم أن ما جاءت به الصعبة القطرية غير صحيح صحيح أن إدارة التاريج ترغب في بيع اللاعب لكنها وبحسب نفس المصادر غيرت رأيها في آخر لحظة ورفضت تسريح توقاي لللاعب في قطر حتى اللاعب وضع هذا السطوري على حسابه الرسمي في انستجرام وقال بوضوح مجرد شائعات يقصد بكل تأكيد الأخبار التي ربطته وتربطه بنادي الغرافة على العموم لا يجب أن نتسرع ولا بالنفي ولا بالتأكيد والأيام وحدها ستكون كفيلة بالإجابة رغم أن إعلان انتقال لاعب الخضر محمد الأمين عمورة صوب نادي سانجلواز لم يتم لغاية عشية اليوم إلا أن المدير الرياضي لنادي لوغانو أعلن الأمر رسميا المدير الرياضي لنادي لوغانو كارلوس دا سيلبا سئل عن سير غياب عمورة عن ورقة لقاء إيفردون يوم أمس وهنا أكد أنه لم يعود لاعبا للفريق كارلوس دا سيلبا قال أنه يأسف جدا لرحيل عمورة لأنهم لم يكنوا يردون تضيعه لكن برغم ذلك النادي يعلم جيدا ما يفعل ورحيل اللاعب لن يؤثر على الفريق دا سيلبا كشف أن النادي سيعود للسوق من أجل ضمن بديل لللاعب الجزائري عمورة إذن بات لاعبا رسميا لنادي سانجلواز حتى قبل الإعلان الرسمي للنادي البلجيكي بعد أن استبشر الكل في إيطاليا بعودة لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر لميلان وتكلم البعض حتى عن بدء التدريبات ولو بشكل خفيف سجلت دول الجزائري عودته من جديد لقطر ولمصحة أسبتار بالتحديد أين استأنف العمل عودة بن ناصر لإيطاليا كانت ربما فقط للمشاركة ولو سوريا في كأس سيربيو برلسكوني الرئيس التاريخي لميلان ولا علاقة للأمر بتعافيه الجزء من الإصابة التي يعاني منها بن ناصر اعترف أيضا في تصريحات الحساب الرسمي لأسبتار أنه ما زال يعاني وأنه يعمل بقوة للعودة أدلى مدرر فينورد أرني سلوت بتصريحات إعلام يتكلم فيها عن البداية المخيبة للموسم الجديد والتعادل المخيب في أول جولة أمس في جزء من تصريحاته تكلم أرني سلوت عن لاعبه الجزائري رامز العربي زروقي والذي يبدو أنه لم يعجب البعض بعد أول لقاءين سلوت دافع عن زروقي وقال أنه لا يزال يبحث عن معالمه التقني الهولندي قال أنه لا يجب مقارنة زروقي باللاعب كوكتجو الذي كان وسط ميدان فينورد الموسم الماضي ورحل لبنفيكا وأكد أن خصائص اللاعبين تختلف ولذلك يجب الصبر قليلا على زروقي قبل رؤيته في أحسن فرما ممكنة الدولي الجزائري كان قد أظهر ردة فعل غير مفهومة بعد تغييره ضد فورتونسيدار في منتصف الشغط الأول يوم أمس غضب الجزائري تناولته الصحف الهولندي كثيرا اليوم أما المدرب فينورد فرفض التعليق على التصرف الذي قام به الجزائري ولم يلمح له حتى ولم يبرره في تصريحاته انتشرت في بداية الأسبوع الحالي الكثير من الأخبار من مصادر توصف بالقوية في فرنسا قالت أن نادي مارسيليا الفرس يرغب في التعاقد مع لاعب الخضر الجزائر وهارس بالقبلة حتى أن بعض المصادر تكلمت عن أول اجتماع بين وكلاء اللاعب وإدارة النادي الجنوبي موقع فوت مارساي المحسوب على نادي مارسيليا كشف أن كل ما قيل عن الأمر غير صحيح وأن مارسيليا لم يبدأ أي مفاوضات ولم يبدي أي اهتمام المصدر نفسه قال أن نادي مارسيليا لم يعد يرغب أصلا في التعاقد مع لاعب وسط دفاعي وهذا بعد التعاقد مع الجوفري كوندوبيا صحيح أن بل قبل لاعب حر ويمكن أن يكون مفيد لكن ولغاية اليوم نادي مارسيليا لم يقدم أي عرض ولم يكن هناك أي اتصال مع وكلاء الجزائري هذا ما قاله موقع فوت مارساي وبعد أن استبشر أنصار الخضر خيرا باهتمام مارسيليا بالقبلة وتعليق الكثير على أن الأمر سيفيد المنتخب يبدو أننا مقبلون على الوجهة الخليجية مرة أخرى اتصالات بالقبلة مع الأندية الأوروبية التي ارتبط بها كلها فشلت أو تم نفيها ومع ذيق الوقت يبدو أن الخليج يبقى أقرب بعد المشاكل المالية وبعد الحديث عن مشاكل في الفحص الطبي للاعب الجزائر يسين تيتراوي كشفت بعض المصادر أن اللاعب هو كل أعماله غاضبون جدا من إدارة دينامو زاقراب ومن تعاملها غير المفهوم مع السفقة ويفكرون ماليا في الرحيل بدون رجعة تيتراوي متواجد في زاقراب منذ 13 يوم ورغم ذلك لم يوقع رسميا بعد اللاعب الجزائري وكل أعماله يرون أن الطماطل إدارة دينامو ليس له مبرر سوى الندم حول دفع نصف مليون أورو في السفقة أو التراجع عن الشرط الذي وضعه نادي باردو بالحصول على 30% من نسبة البيع لاحقا ولهذا يختلقون المشاكل لللاعب من أجل الحصول على مرادهم انتشرت في اليومين الأخيرين بعض الأخبار عن إمكانية عودة لعب الخضر إسلام سيماني لللاعب في البطولة الوطنية وإنهاء مشوره فيها بعد سنوات طويلة من الاحتراف الأوروبي الأخبار يبدو أنها غير دقيقة مصادر فرنسية كشفت أن إسلام لا يملك أي نية لللاعب في الجزائر وهي آخر اهتمامتي حاليا وارتبط إسلام كما يعلم الجميع باللاعب في المنودية رفقة بليلي لكن تطلعات إسلام أكبر من أن يعود حاليا للبطولة الوطنية خاصة أن ذلك ربما لن يخدمه من ناحية المنتقب الوطني سيماني يملك عروضا برازيلية وأيضا من بعض الدوريات الأوروبية المتوسطة إضافة إلى العروض الخارجية التي لا تتوقف أدل الحارس الجزائري وحارس نادي كون أنتوني موندريا بتصريحات إعلامية تكلم في جزء منها عن المنتقب الوطني حارس نادي كون أكد أن تفكيره كله منصب على كأس إفريقيا المقبلة والتي ستقام في الكوديبوار مشيرا إلى أنه سيحاول فرض نفسه من هنا ولغاية بداية المسابقة أوكيتجا اعترف أن طريقه لحجز المكان الأساسي لن يكون سهلا وأن المنافسة مع زميله مصطفى الزغبة ستكون حامية لكنه شدد على أنه سيبدل كل ما لديه من هنا ولغاية تاريخ الكان وعلى الناخب الوطني جمال بالماضي اختيار من يراه الأحسن عبر لعب الخضر آدم زرغان عن خيبة أمله الكبير بعد التعادل الذي حققه فريقه على أرضه ضد ناديستاندردولياج أمس زرغان وفي تصريعات الإعلام البلجيكي اليوم قال أنهم قاموا بعمل كبير لكن برغم ذلك طالب زملائه بالهدوء مستقبلا وعدم الإنجراف يشار إلى أن زرغان لعب 90 دقيقة وقدم مستوى مميز ونال تقييما جيدا من موقع سوفا سكور اللقاء كما أشرت أمس انتهى بالتعادل هدف لهدف وهي نديجة لا تختم زرغان وفريقه بالمناسبة العاجزون عن تحقيق أي فوز منذ بداية الدوري وامدداده لثلاث جوالات لغاية الآن إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي خدا إن شاء الله السلام عليكم